الناس عليمة بالأمور إنه في رمضان هيتقطع في وقت ما ما بين 11 ل5 موسيقى من أكيد أنت عارف حساباتك معاك فلوس تجيب مزود أو طاقة للكهربا تكفينا في رمضان طبعا رمضان بيبقى فيه ضغط على الكهربا كبير يعني برضو الحمد لله إنه مش حر الحمد لله لأنه لو حر طبعا كانت حتبقى الناس يعني مخنوقة شوية سيهم بقى وبتاع وكده وكل الكلام فلو سمحتم قبلية بمدة وخلاص إحنا قبلية بمدة يعني إحنا خلاص لازم من هنا لأسبوع كده تكون قلتلي هنعمل إيه عشان أتكلم معاك عشان أقول لك مثلا والله إحنا نفضل وقول لي إذا كان عندك اختيارات يعني مثلا إنت ممكن تقولي على فكرة عمرو أنا مش هقدر قطع النور غير قبل الفطار أنا ماقدرش قطعه بعد الفطار ما عنديش الطاقة دي أو أنا مسألة فنية ماقدرش قطعه بعد الفطار أنا هقطعه قبل الفطار هتقطعه على الفجر هل ده حل مثلا بعد صلاة الفجر كده تقطع النور والناس نايمة ده مفيد مش مفيد أنا بقول كلامها بل طبعا لأن أنا مش متخصص في هذا الأمر لما لما تسألني أنا أقول لك أنا اللي عايزه لا يطع قبل الفطار ولا بعد الفطار هناك أزمة اقتصادية فإحنا فاهمين هذا الأمر بيحدث ليه ففيه اضطرار لهذه المسألة فبقى إنه فيه اضطرار اتكلموا مع الناس أرجوكم بلاش طريق آه 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 الجدول نزل آه ليلة رمضان ليه اتكلم معنا كده وسألنا واعمل حوار مجتمع ملاكش دعو بالإعلام الإعلام وحش اعمل حوار مجتمعي كده على الصفحة بتاعة وزارة الكهرباء اللهم يا جماعة أنتوا الوقت يعني أنا بقول لحضراتكم لقيت آراء متطرفة جدا الناس قالوا لك أوعى لأنه هو الكلام إيه يعني والكلام ده طبعا أنا جايب ما يسمى بمصادر آه 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 ناسع عليمة بالأمور إنه في رمضان هيتقطع في وقت ما ما بين حضاشر لخمسة ده الغالب أو ده المتداول ولكن حتى الآن ليس هناك شيء آه كونكريت يعني ملموس آه قوي أو واضح موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة